أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بارك يا رب مرامينا يسر بالحق مساعينا بارك يا رب مرامينا يسر بالحق مساعينا وفقنا للخير إلهي واحفظنا ربي آمين واحفظنا ربي آمين واحفظنا ربي آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكم الدين نستضيف اليوم سماحة الشيخ سليم علوان الحسني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا بداية نرحب بسماحة الشيخ سليم علوان معنا في الاستوديو من الأسئلة التي معنا اليوم سمعت الشيخ سؤال يقول نحن نعرفه فضل الخليفة عمر بن عبد العزيز ومع ذلك سمعنا من بعض الناس أنهم يحقرونه ويقولون الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية خير من عمر بن عبد العزيز بألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سم الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مسيل له ولا ضد ولا ند له سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ما شاء الله كان وما لم يكن وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين أما بعد أحبابنا الكرام فجوابا منا على هذا السؤال المهم وهو أن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين بل معدود من خلفاء الرحمة بل معدود أنه الخليفة السادس لأن الخليفة الراشد الأول هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن الخامس أما الخليفة السادس الراشد الذي هو على منهاج الخلفاء الراشدين فهو سيدنا الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان وليا من الأولياء زاهدا عابدا ورعا تقيا يخاف الله عادلا من شدة عدله ومن كثرة صلاحه صلحت رعيته وصارت الزئاب ترعى مع الغنم في مكان واحد عمر بن عبد العزيز هو أول من بنى المحاريب المجوفة لو دخلنا إلى المساجد أو المصليات نجد إلى اليوم تجاه القبلة هذا المحراب المجوف الذي يقف فيه الإمام هذا لم يكن في عهد رسول الله ولا في عهد أصحابه أول من بناه هو عمر بن عبد العزيز وهذا الأمر معدود من البدع الحسن كذلك عمر بن عبد العزيز أمر بتدوين الحديث وهو الذي منع مسبة علي رضي الله عنه كانوا الظلمة يسبون علي رضي الله عنه من على المنابر من الذي منع مسبة علي هو هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع هذا الفضل الذي ناله عمر رضي الله عنه نسمع مثل هذا الكلام من بعض المرجفين يحقرونه يكرهونه لأنهم ناصبة نصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه المقالة والعياذ بالله من أن الغبارة الذي دخل في أنف فرس معاوية خير من عمر بن عبد العزيز بألف مرة انظروا إلى هذه السخافات هذا التحقير هذا لا يليق كيف يقولون هذا لولا عنهم يحملون في قلوبهم العداوة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم كيف وصلوا إلى هذه الدرجة من التحقير ألم يقرأوا قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم ما قرأوا قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألم يسمعوا حديث رسول الله في تعظيم حرمة المؤمن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول يخاطب الكعبة ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة معناه لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك من الكعبة فمعناه حرمة المؤمن عظيمة أعظم حرمة عند الله من الكعبة كيف يقولون هذا الكلام عن عمر بن عبد العزيز هؤلاء الناصبة كيف يقولون هذا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز ويوزعون بعض المناشير وبعض الكتب في هذا المجال فنقول لإخواننا وأخواتنا لا تلتفتوا إلى مثل هذا عمر بن عبد العزيز هو من الجبال الراسخة هو من علماء أهل السنة من المجتهدين من الحكام العادلين من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأكرم مسواه فهو كالجبل وهؤلاء مثلهم كمثلنا موسى تريد أن تنفق على جبل لتزيحه ونذكرهم بما قاله بعض الشعراء إذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود فلذلك أحبابنا الكرام عمر بن عبد العزيز ولي من أولياء الله الصالحين نعم هو الذي منع مثبت علي من على المنابر ولكن بعض الناس اليوم هم عندهم بغض لسيدنا علي وزعيمهم هذا الذي يقرؤون كتبه كالكتاب المسمى بمنهاج السنة وغيره هو يكره علي رضي الله عنه أيضا ويطعن فيه ويقول عن علي بن أبي طالب أسلم صبيا وإسلامه غير مخرج له من الكفر ويقول عن علي له غرض في إزاء فاطمة ويقول عن علي بن أبي طالب والعياذ بالله ضر المسلمين في دينهم ودنياهم والقتال معه ليس بواجب ولا مستحب هذا يقال له ابن تيمية فلذلك معشر المسلمين عليكم أن تنتبهوا إلى مثل هذه الأمور سنريكم كتابا مهما في هذه المسائل وهو ما ذكره الحافظ بن حجر الحافظ بن حجر العسقلاني أحد شراح صحيح البخاري هذا الكتاب يقال له الدرر الكامنة في المجلد الأول في الصحيفة 154 وهكم هذه النصوص سنتلوها عليكم إن شاء الله تعالى وهذه نصوص ذكرها الحافظ بن حجر يذكر فيها عن هذا المدعو بن تيمية كيف خطأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكيف قال في حق علي إنه أخطأ في 17 شيئا خالف فيها نص الكتاب وكيف أنه قال عن علي رضي الله عنه كان مخزولا حيث ما توجه وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة وقال إنه كان يحب الرياسة وقال عن عثمان كان يحب المال وقال عن أبي بكر أسلم شيخا لا يدري ماذا يقول الحافظ بن حجر هنا يذكر عنه كذلك أنه مجسم والعلماء قالوا عنه مجسم وزنديق ومنافق وأنهم ذكروا في فتاويه أنهم ذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقالك نزولي هذا فإذا أحبابنا الكرام عمر بن عبد العزيز ولي من أولياء الله الصالحين وهؤلاء الذين يطعنون فيه إنما يطعنون به لأنه بنى المحارب وبعض هؤلاء يعتبرون هذا من البدع المنكرة يطعنون بسيدنا عمر بن عبد العزيز لأنه منع مسبة علي وزعيمهم يكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإذا أحبابنا الكرام سيدنا عمر ولي صالح نفعنا الله تعالى به آمين 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 وبارك الله بكم لو تبين لنا بارك الله فيك كيف كان اهتمام أهل استلف الصالح بإنكار المنكر إن شاء الله عز وجل نجيب وهذا أمر مهم وبيان هذه الأمور من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة هذا من النصيحة الواجبة في دين الله سبحانه وتعالى اليوم الأمراض التي تنتشر بين الناس نجد حملات توعية للناس حتى لا يقعوا في مثل هذه الأمراض كذلك لا بد من العلماء والمشايخ من حول حملات توعية فكرية لعدم وقوع الناس في مثل هذه الأراجيف والأفكار الفاسدة الكاسدة فلذلك لا بد للعلماء من دور في هذا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أنا أنصح الإخوة والأخوات بالعمل بهذه الآية الكريمة ونقول لهم من علم بوجود المنكر يجب أن يزيله إن استطاع ومن المنكر البدعة الاعتقادية كعقيدة الخوارج والمجسمة والمعتزلة وأمثالهم فالإنكار على أصحاب العقائد الفاسدة بالبيان والتحذير من أهلها من أفرد الفروض في دين الله تبارك وتعالى والسلف الصالح اهتموا بهذا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنهم كان يسافر من بغداد إلى البصرة من بغداد إلى البصرة نحو خمسمائة كيلومتر أكثر من عشرين مرة تردد إليها للمناظرة ليناظر أهل البدعة الاعتقادية المعتزلة وغيرهم أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى هناك أكثر من عشرين مرة كان أبو حنيفة رضي الله عنه يسافر من بغداد إلى البصرة وبين بغداد والبصرة نحو خمسمائة كيلومتر أكثر من عشرين مرة تردد إليها لماذا؟ لمناظرة أهل البدع أصحاب البدع الاعتقادية المعتزلة ومن كان على شاكلتهم هذا ما كان يتحمله من المشقة في ذلك العصر لأن السفر في ذلك الزمن كان إما بالمشي على الأقدام أو كان بالركوب الفرس أو على البعير أو ما شابه ذلك وهذا الإمام عبد العزيز الكناني جاء من مكة إلى بغداد لمناظرة المعتزلة فكسرهم ينزلوا كيف كان حال السلف الصالح يهتمون لديننا يدافعون عن دين محمد عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر شيمة عباد الله الصالحين واليوم يتأكد وجوب ذلك لقلة أهل العلم في هذا الزمن فنقول كل من يستطيع أن يرد على هؤلاء أصحاب البدع الاعتقادية تأكد عليه وجوب مناظرتهم بالأدلة الشرعية الأدلة القرآنية والحديثية والأدلة العقلية إن احتيج إليها فلذلك نذكر دائما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال المتمسك بسنة عند فساد أمتي له أجر شهيد المتمسك بسنة أي بشريعة الشريعة معناها العقيدة والأحكام الذي يتمسك بعقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عن العقيدة ويناضل عنها ويحذر من مخالفيها في مثل هذا الزمن الذي فسدت فيه الأمة لو مات على فراشه له أجر شهيد عند الله تبارك وتعالى أحبابنا الكرام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقدم أجلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيمة عباد الله الصالحين بالحكمة والموعظة الحسنة بالدليل والبرهان نعلم الناس الخير ونحذرهم من الشر نرشدهم إلى ما يحب الله ونجنبهم ما يكرهه الله سبحانه وتعالى عباد الله أحبابنا الكرام اتقوا الله في هذا الدين العظيم دافع عن دين محمد عليه الصلاة والسلام انشروا هذا العلم بين الناس كم يكون لك أجر يا أخي لو نشرت علم سيدنا محمد بين الناس نعم تعلم أولا ثم عمل بعلمك وانشر علم محمد عليه الصلاة والسلام تكون عند الله تعالى من الفائزين وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وبارك الله بكم بارك الله فيكم سماحة الشيخ على هذا التوضيح الهام سؤال آخر يقول هل ورد في الشرع الإسلامي تسمية المطر مغيثا بسم الله الرحمن الرحيم نعم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى المطر مغيثا ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال دعائه في دعاء الاستسقاء قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل نعم دعا الرسول بهذا الدعاء وسمى المطر مغيثا يعني ينقذ من الشدة بإذن الله اللهم اسقنا غيثا المطر مغيثا قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا الغيث هو المطر المغيث الذي ينقذ من الشدة بإذن الله تعالى مريئا مريعا مريئا معناه هنيئا وحمد العاقبة مريعا خصبا نافعا معروف غير ضار عاجلا غير آجل فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله تبارك وتعالى فالمطر ورد تسميته بهذا اللفظ الذي أطلقه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يعني نأخذ منه فائدة هذا الكلام إذا كان الرسول سمى المطر مغيثا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله معناه النبي من الأنبياء والولي من الأولياء كذلك ينقذان من الشدة بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك المسلمون يتوسلون إلى الله بالأنبياء والصالحين ما معنى التوسل أن تقول يا رب جه محمد يا رب حرمة أبي بكر بحرمة علي هذا معنى التوسل وهو جائز في الدين لأن المسلم يعتقد أن الخالق هو الله ولا خالق إلا الله والمسلم يعتقد أن مجيب الدعوات هو الله سبحانه وتعالى فلا مانع من هذا وعلى هذا أهل السنة والجماعة من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة إن على سبيل المثال أحمد بن حنبل نفسه رضي الله عنه قال يستحب التوسل برسول الله عند القحط الحنابلة كغيره من العلماء هذا الإمام أبو الوفاء بن عقيل أحد أساطين المذهب الحنبل في كتابه التذكرة ذكر أمر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإنصاف كتاب كشاف القناع عن مذهب الحنابلة كل يجيز التوسل بالأنبياء والصالحين أما كتب المالكية والحنفية والشافعية فكثيرة جدا الكل على هذا لا يوجد عالم من علماء أهل السنة المعتبرين يحرم التوسل بالأنبياء والصالحين بل هذا أمر جائز في دين الله سبحانه وتعالى بل كان قبل سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه أحبابنا الكرام الرسول نفسه أرشد إلى التوسل لما جاءه إنسان أعمى يشكو إليه بأنه ليس معه قائد يقوده الرسول دل هوع قال له اذهب إلى مكان الوضوء وتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقبالي رأو الحديث الصحابي الجليل عثمان بن حنيف قال فوالله ما تفرقنا ولا طالبنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر هذا حديث صحيح رواه الحافظ الطبراني وقال عنه صحيح فإذا الرسول أرشد إلى التوسل فليس فيه رائحة من روائح الشرك ليس حراما وليس كفرا بل أمر علمه الرسول لأصحابه صلى الله عليه وسلم وكما أن التوسل في حياة الرسول جائز فهو بعد وفاته جائز فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبارك الله بكم جزاكم الله عنا كل خير سماحة الشيخ سؤال آخر يقول من أول من نقط المصاحف الذي نقط المصاحف بل هو أول من نقط المصاحف تابعي جليل يقال له الإمام يحيى بن يعمر كان من علماء التابعين كان من عباد الله الصالحين كان كذلك من رواة الحديث الله تعالى ألهمه فنقط المصاحف يعني المصحف أيام الرسول لم يكن منقطا الباء تكتب كانت بلا نقطة من تحت والنون بلا نقطة من فوق والساء بلا ثلاث نقطة من فوق وهكذا ما كان منقطا ولا عليه حركات الإعراب أول من نقط المصاحف هذا الإمام التابعي الجليل يحيى بن يعمر رحمه الله حتى عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث الذي كتب المصاحف الستة ووزعها في البلدان هذه المصاحف لم تكن منقطة فما حكم هذا الأمر ما حكم هذا التنقيط نعم هذا يقال له من البدع الحسنة نعم يوجد في الإسلام بدع حسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء حديث صحيح رواه مسلم وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم نعمة البدعة هذه بعد أن جمع الناس على التراويح خلف إمام واحد قال نعمة البدعة هذه رواه البخاري وفي لفظ نعمة البدعة هذه فإذن أحبابنا الكرام تنقيط المصاحف معدود من البدعة الحسنة ليس لأحد أن يقول هذا لم يكن في عهد الرسول كيف تقرأون في مصحف غير منقط يقال له لو لم يكن أيام الرسول لو لم يفعله الرسول ولكن رسول الله ما نهى عنه بل هذا مرغب فيه في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها كذلك عمل المولد في شهر ربيع الأول فرحا بولادة الرسول وشكرا لله على بروز محمد لهذه الدنيا المسلمون في العالم يحتفلون بذكرى ولادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأن لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يوافق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من البدع الحسنة بارك الله فيكم سماحة الشيخ السؤال الأخير في حلقتنا اليوم يقول ما حكم صلاة المرأة في البرية أو في المستشفى نعم بالنسبة لهذا السؤال نجيب عليه بما بينا العلماء بأن الإمرأة تصح صلاتها إذا أتمت شروط الصلاة وأركان الصلاة ولو رآها مئة رجل سواء أدت الصلاة في البرية أو في المستشفى أو في الجامعة أو في أي مكان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا رواه مسلم فإذا لها ذلك فمن قال بأن صلاتها أمام الرجال باطلة وحرام نقول له أنت حرمت ما أحلى الله سبحانه وتعالى يقال لهؤلاء أيضا الله سبحانه وتعالى لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحكام عدة شرائع شريعة لهن في البيوت وشريعة خارج البيوت لا دين الله تعالى واضح الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى النساء في مكة كنا يصلين مع وجود الرجال حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى أيام الرسول لما كان يصل الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده النساء كنا يجتمعنا مع الرجال الرسول لقف إماما ثم الرجال ثم خلفه خلف الرجال النساء ولا يوجد حاجز بلا حاجز فإذا هذا الأمر جائز في شرع الله سبحانه وتعالى تجتمع الرجال والنساء للصلاة في المسجد النبوي الشريف في المسجد الحرام لا يقال هناك للضرورة لا يقال هناك للضرورة وفي غير هذا المكان ليس ضرورة الله ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من شريعة الله لم ينزل شريعتين للنساء شريعة في مكة وشريعة في البيوت ثم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأن كانت مستحبة وسنة ولكنها ليست واجبة ضرورية ومع ذلك يجتمع هناك النساء والرجال عباد الله الحرام ما حرمه الله صلاة الإمرأة مع توفر شروط الصلاة وأركان الصلاة على أي مكان طاهر في البيت في البرية في الجامعة رأاها رجلان رأاها رجال هذا الأمر لا يؤثر على صحة صلاة الإمرأة لا يؤثر على صحة صلاة الإمرأة صلاتها صحيحة ما دامت تصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى إياكنا معشر النساء أن تصغينا إلى من يحرم هذه الأمور عليكنا بتقوى الله سبحانه وتعالى عليكنا بالتزام شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نعم يوجد من الناس اليوم من يفتي بغير علم هؤلاء ينطبق عليهم الحديث من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا ينبغي من الإنسان أن يتسرع في الفتوى ولا ينبغي من السائل أن يستعجل فيستفتي أي إنسان يتصدر باسم التدريس لا بد من استفتاء الإنسان الثقة الذي يخاف الله تبارك وتعالى أحبابنا الكرام مسائل لطيفة وردت علينا في هذه الحلقة فالحمد لله رب العالمين ونشكر الإخوة الذين تولوا أمر الأسئلة بهذه الصيغة لأنها مهمة جمعوها لنا في هذه الحلقة بارك الله فيكم وأسابكم الله وجمعنا الله سبحانه وتعالى على طاعته ونسأله عز وجل أن يتقبل منا قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا نسأله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من عباده الصالحين أمين 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 يا أرحم الراحمين وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سماحة الشيخ أحبابنا المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حكم الدين نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات لاحقة من هذا البرنامج القيم الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ سليم علوان الحسني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا ليجيب على أسئلتكم كما أحب أن أذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم على العنوان الإلكتروني التالي فتوى الدارلفتوى.org.au أو أن تتصلوا بنا على مكتب دار الفتوى في سيدني أستراليا على الرقم التالي 9793-3330 أو عن طريق الفاكس على الرقم التالي 9793-3103 إذن أحبابنا المشاهدين نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة من برنامج حكم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بارك يا رب مرامينا يسر بالحق مساعينا بارك يا رب مرامينا يسر بالحق مساعينا وفقنا للخير إلهي واحفظنا وطبي آبينا واحفظنا وطبي آبينا واحفظنا وطبي آبينا اشتركوا في القناة